اهلا وسهلا بكم قناة حكيم مصر الاعلامي احمد الحكيم الجزء الرياضي منها والنهاردة اول مبارتين في دور التمانية بين المباراة الاولى بين كرواتيا والبرازيل برازيل الصنبال البرازيلية عملت كل حاجة اكثر استحوازا اكثر كرات سبتة اكثر تزديدا اكثر ركنيات ولكن النتيجة في الاخر تعادل واحد واحد بين كرواتيا والبرازيل ونوصل للإكثر تايم وشود التالت والرابع ونوصل في الاخر للبلانتيات اللي بتفوز بها مين اللي بتفوز بها كرواتيا وتخرج البرازيل وتخرج البرازيل في يوم سيء للبرازيل للغاية وتفوز كرواتيا وتكون الفريق الاول في دور الاربعة اللي يصل لدور الاربعة ألف مبروك كرواتيا هارد لك البرازيل وكان نفسنا ان البرازيل تكمل لكن كرواتيا عملت ماتش كويس جدا 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 وحيكون الفريق الاول في دور الاربعة المباراة التانية بقى اللي فيها كل حاجة الارجنتين وهولندا الارجنتين بتفوز لغاية الديئة سبعين من الشوت التاني اتنين صفر وترجع هولندا وتجيب الجون الاول بقت اتنين واحد وتتعادل في اخر ربع ساعة يبقى اتنين اتنين ونوصل لشوت التالت والشوت الرابع ونوصل البلانتيات عشان يضيع هولندا تلت بلانتيات وتجيب الارجنتين وتكسب الارجنتين بقيادة ميسي وميسي اصبح الهداف التاريخي للارجنتين وكده يبقى الطرف الاول في دور الاربعة بين كرواتيا والارجنتين اليوم الاول في دور الاربعة بين الفرقتين بكرة ان شاء الله كل الدعوات الطيبة للمغرب ضد البرتغال والمواتش التاني هيبقى انجلترا وفرنسا نتمنى لكم مشاهدة طيبة وكل التمنيات الطيبة لفريق المغرب الشقيق انه يتعدى البرتغال بكرة ويبقى حلم ونقرب من الحلم بتاعنا الكبير ان شاء الله بأمر الله كل الدعوات الطيبة للمغرب والف الف مبروك لكرواتيا والارجنتيني النهاردة ونتمنى ان شاء الله مشاهدة سعيدة وتخطية بكابسولة رياضية خفيفة في قناة حكيم مصر شكرا السلام عليكم